تقول عندي ولد يعني يعاني من مرض السكر تقول ما صام يومين فيما مضى تقول لأنه يحصل عنده انخفاض في السكر ماذا عليه أختي معبد الله من السعودية بارك الله فيك وشف الله ابنك وعافاه وكتب الله أجره بالنسبة لمريض السكر طبعا مرض السكر أنا سألتك تعمت قلت لك من أي درجة قلت لي الدرجة الأولى مرض السكر أنواع سبحان الله العظيم حتى لو كان يعني من الدرجة الصعبة اللي يأخذ أنسولين تجد بعض مرض السكر ما عنده مشكلة يصوم ولا لا الحمد والمن وما يمثل الصيام إلا كل خير له بعض مرض السكر حتى من النوع الثاني عنده مشكلة لأن اختلاف بنية الجسم وظائف الجسم هذه تختلف من شخص إلى شخص فقد يكون الشخص عنده مرض السكر اللي يأخذ عليه أنسولين ما عنده مشكلة وقد يكون مرض السكر اللي يأخذ عليه حبوب عادية عنده مشكلة فالقضية أخت الفاضلة دائما ما تكون قاعدة عامة لجميع الناس هي تدرس كل حالة لوحده ابنك الله يرضى عليك يبارك فيك ويشفيه يا رب إذا كان ما يستطيع الصوم يعني في وسط النهار ينخفض عنده السكر هذا لا يجوز أن يصوم خطر عليه خطر عليه لأن الصيام يتسبب بمشاكل كثيرة عليه ولذلك يتوقف عن الصيام وممكن تراجعين الطبيب ينظم له الأدوية يرتب له قضية الأدوية هذا مهم هذا مهم لأن رمضان يختلف والناس يرمضان يعني يبقون 13-14 الساعة ما يأكلون فيحتاج المريض السكر إلى أن ينظم الأكل نظم الأكل فأنت تحتاجين أختي بارك الله فيك تراجعين الطبيب أو الطبيب المشرف عليه أو المشرف عليه يرتب لكم الوضع إذا تعامل مع الأدوية بشكل طبيعي وأيضا استطاع الصوم الحمد لله يصوم ما استطاع عنده مشاكل عنده مشاكل في الجسم في الوظائف وظائف الأعضاء الأخرى هذا يفطر وتطعمون عنه تخرجون عنه كل يوم مسكين واحد تطعمون عن كل يوم مسكين أنت تقول عندكم يومين تطعمون عن يومين وبقية الأيام خاصة في يعني شهر رمضان المقبل إذا ما استطاع ينتقل إلى البدل وهو الإطعام